إنك يا أبوبة عاملة إيه؟ الحمد لله يا صامر أنا كويس أنت يا عاملة إيه؟ مال صوتك عامل كده ليه؟ أبسي عليك كيف بك ومش عارفة عامل إيه؟ أوافق والله ضموط مش أنا قلتلك يا بنتي لو جايب ورد رفودي ولو جايب شوكولاتة حلوة وغال يقبلي يا روه أكثر هزارج أنا ما بهزارج طب عاملك إيه طيب؟ بصي استني علشان كلنا في الموقف ده ما بنبقاش عارفين نعمل إيه؟ اقفلي وتفرجي على الحلقة لما يتقدم لبنتك عريس إمت توافقي وإمت ترفضي؟ بس قبل ما أقولك ما تنسيش اللايك والشير شوية الزرار اللي حوالي أول حاجة نشوف أخلاق العريس لأن أهم حاجة في اختيار العريس أخلاقه نشوف أخلاقه كويسة ولا لأ؟ وسأله على أهله كويس لأن دي حاجة مهمة جدا علشان البنت مش بتتجوز العريس لوحده نسب العريس مهم برضه أصل العريس ممكن يكون كويس لكن أهله يتفاتلهم بلاد ثاني حاجة هل هو شخص بيشير المسئولية ولا لأ؟ يعني مش هيتجوز وأهله يصرفوا عليه ومن بعد أهله بنت حضرتها فلازم يكون عارف يعني إيه جواز ويعني إيه مسئولية ثالث حاجة يكون شهم وجدع علشان يصوم بنتك ما يكونش شخص مستهتر وياخد بنات الناس يبهدلها ما هو يغتل رجولة والشهامة بتبقى طابع في الشاب محدش بيعلم هالو بعد الثلاث حاجات اللي قلتلك عليهم دور هنسأل بقى سؤال مهم هل بنتنا بتحبه ولا هو جايجة وصله ناطر؟ هنتكلمي الأول لو البنت بتحبه نعمل إيه؟ واحد نتأكد من اختيارها أنه هو صح ولا غلط علشان البنت في الوقت ده بتبقى ماشي وراء قلبها مش عقلها وبتبقى عوزه خلاص ثاني حاجة الشاب اللي هي بتحبه ده بستوفي للشروط فتح البيت ولا لأ؟ إيه هي بقى دي الشروط؟ عنده شقة تمليك ولا هو قادر على الإجارات دلوقتي وهيبقى يشتري بعدين؟ عنده دخل ثابت؟ علاقته بأهله عاملة إزاي؟ حاطت خطة لحياته المستقبلية ولا لأ؟ لو هو طموح وناجح وبيحب شغله ده هيساعده على نجاح خطته المستقبلية لو كل الشروط دي بقى مستوفية فيه بس ظروفه المادية مش أحسن حاجة توافق عليه بقى بسرعة طالما عنده طموح إنه يشتغل وينجح إنما بقى لو صلونات الكلام هنا يختلف تعالوا معي علشان أقول لكم هيكون جاي عن طريق حد ولسه هيجي يعد مع البنته ويشوفها ده بقى جاي عن طريق السمع المطلوب بقى من العريس إنه يبعت السيفي بتاعه ونبدأ نقيمه مثلا تدخل تشوف صورته على الفيسبوك وعلى الإستجرام وتبعت تسأل عليه وعلى أهل يشوف عنده شقة تمليك ولا إيجاه ورطبه يفتح بيت ولا لأ عنده عربية ولا لأ ونصيحة لو كان خاطب قبل كده اسأله كتير عن سبب فسخ الخطوبة ما تتكسفوش الحالة دي بقى تقولوا فترة الخطوبة علشان يعرفوا بعد أكتر لو تلع بقى الواد كويس وابن حلال ممكن نتسهل معه في الأمور المادية تعالى بقى ما أقول لك خلاصة رأي الأروبة في أنك ترفض أو تقبل عريس متقدم لبنتك تدور على احترامه وأدبه وأخلاقه وشهامته وأهله وتحمله للمسئولية تحمله المسئولية في الأمور المادية والحياتية أخر حاجة تسأله فيها الفلوس لأن الفلوس ما بتعمرش بيوت قولولي بقى في الكومنتات أما عريس بيتقدم لبنتكو أول حاجة تسأله عليها إيه؟